ثلاث طعنات أنهت حياة الشاب سيزار المصري الذي وجد مقتولاً في شقته في دوحة عرمون سيزار البالغ من العمر 36 عاماً كان فقد يوم الخميس الماضي عندما لم يعد إلى منزل عائلته في بيروت حيث يقيم فقدمت العائلة بلاغاً بذلك وصباح الجمعة حضرت شقيقته إلى منزله في دوحة عرمون والذي نادراً ما يزوره لتجد الضحية على أرض المطبخ مقتولاً بتعنات سكين واحدة في رقبته وأخرى في قلبه والثالثة في ظهره حضرتك ساكني هون بالبني ساحب أي طابق؟ ثالث طابق وثال المبارح بالليل كنتوا هون بالبيت؟ المبارح جينا على العشرة ونص كنت سهراني عند أختي بشويفات وما كان في حفلة عن جيراننا طبق الأرض وأصوات كثيرة وضلوا لأي ساعة تقريباً لأي عشر ونص ونمنا بعد هذا الوقت نمنا بس ما عدت أعرف سمعنا شي بأي ما سمعت صرخة ما سمعت أي شي لا 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 نهائياً ما في أي شي بابو الشاب الضحية أنتم بتعرفون؟ لا أنا ما بعرفهم أبداً صحبين على الشقة لأنه ما فيها سكان بعرفها فاضية القوى الأمنية التي حضرت على الفور بدأت تحقيقاتها وفتشت المنزل كما سيارت الضحية بحثاً عن أي دليل قد يساهم في كشف ملابسات الجريمة واستبعدت وجود سبب مادي لها لعدم حدوث سرقة كما حضر الطبيب الشرعي الذي كشف على الضحية وقدم تقريره إلى القوى المختصة مصادر أمنية أشارت للمستقبل إلى أن الجريمة قد تكون نفذت عن سابق تصور وتصميم إذ أنها وجدت في كل غرف المنزل سكاكين مخبأة ما يرجح أن الجاني قد وضعها احتياطاً ليتمكن من تنفيذ جريمته في أي غرفة قد يدخلها الضحية كما أشارت إلى أن الجريمة وقعت منتصف ليل الجمعة وختمت القوى الأمنية المنزلة بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات بعد أن تم نقل الضحية بسيارة الدفاع المدني إلى أحدى مستشفيات المنطقة تحضيراً لإجراء مراسم التشييع تحضيراً لإجراء مراسم التشييع